يحتمي مارسيو بثلاث بطانيات من البرد لكنه رغم ذلك يرتجف على الرصيف في أحد شوارع ساو باولو المدينة التي تضم أكبر عدد من الأثرياء في البرازيل وأكبر عدد من المشردين على أرصيفة هذه المدينة ذات العشرين مليون نسمة يهيم ليلاً ستة عشر ألف مشرد وحتى قبل حلول الشتاء الجنوبي قضى منهم ستة من البرد في شهر حزيران يونيو الماضي أشعر بالبرد بالبرد الشديد أحتمي بثلاث بطانيات وما زلت أشعر بالبرد ويرى كاكا فريرا رئيس جمعية أنجلزين دانايت التي تساعد المنسيين في شوارع المدينة منذ 27 عاماً أن أرصفة ساو باولو ليلاً هي تعبير عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البرازيل الناس العطلون عن العمل ينتهي بهم المطاف في الشارع وليس لديهم ما يأكلونه الوضع مأسوي عملنا ازداد بنسبة 10% بسرب هذه الأزمة وفي الوقت الذي يبلغ فيه النمو السكاني 0.7% سنوياً في ساو باولو منذ العام 2000 يزداد عدد المشردين في المدينة بنسبة 4.7% كل سنة وتتفاقم المشكلة بسبب البطالة والانكماش الاقتصادي والمخدرات وانقطاع الروابط العائلية اشتركوا في القناة